تباين أداء مؤشرات البرصات المصرية في نهاية التعاملات ليسجل رأس المال السوقي مستوى 681.4 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد صعد مؤشر EGX30 بما نسبته 36% ليغلق عند مستوى 10453 نقطة وكذلك انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بما نسبته 29% ليغلق عند مستوى 1870 و67 نقطة وامتدى الهبوط وهبط مؤشر EGX100 بنسبة 900% ليغلق عند مستوى 2815 نقطة إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيا و 65 قرشا للشراء و 15 جنيا و 78 قرشا للبيع وسجل اليورو 17 جنيها و 28 قرشا للشراء و 17 جنيها و 42 قرشا للبيع وفي حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيه و 59 قرشا للشراء و 20 جنيه و 76 قرشا للبيع أما بالنسبة للعملات العربية فسجل الدرهم الإماراتي 4 جنيه و 26 قرشا للشراء و 4 جنيه و 30 قرشا للبيع وأخيرا سجل الريال السعودي 4 جنيه و 17 قرشا للشراء و 4 جنيه و 21 قرشا للبيع في أسواق المعادن النفيسة صعدت أسعار الذهب وسجل الذهب 1997 دولار للأقية أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 754 جنيه للجرام وذلك في حين سجل الذهب عيار 21 878 جنيه وبالنسبة للعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى ألف وأربعة جنيهات وبناء عليه وصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 7040 جنيه في أسواق النفط العالمية تعافت الأسعار بعدما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ملتزمة باتفاق أوبوك بلس لزيادة الإمدادات شهريا بواقع 400 ألف برميل يوميا وقد ارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 2% لتصل إلى 113 دولار للبرميل وصعدت العقود الأجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.4% عند 110 دولارات للبرميل الواحد